ضمن موسم الحج المسيحي إلى موقع معمودية السيد المسيح في المغتص أحيت الكنيسة الإنجيلية الأسقفية العربية في المملكة يوم الحج السنوي بحضور المئات من الحجاج يتقدمهم نيافة رئيس الأساقف المطران حسام نعوم وجميع قصاوسة المطرانية وخلال احتفال الدين بارك المطران نعوم الحضورة بماء نهر الأردن المقدس كما ألقى عظة تحدث فيها عن معاني المعمودية الروحية والإنسانية ونشر المحبة والسلام والويام قصة المعمودية وعماد الله في نهر الأردن هو قصة في غاية الأهمية إذ أن الله شاء فأوحى للأنجيل الأربع أن تدون هذا الحدث وهذه القصة في نهر الأردن مما يؤكد على مركزية هذا الحدث المقدس والهام في حياة الإيمان المسيحي والعقيدة المسيحية المعنى الروحي للمعمودية يتمثل في إعلان بداية خدمة يسوع المسيح الأرضية ونحن نعلم أن خدمة يسوع على الأرض بعد ما صار عمره 30 سنة بدأت من هذا المكان في هذا المكان انطلق يسوع إلى برية أريحة للتجربة الله بيسوع المسيح يذكرنا ليس فقط باتحاد السماء والأرض بشكل شكلي وإنما في وحدة بالإيمان وبقوة الروح القدس إذ أن الله يسكن فينا وفي قلوبنا بنعمة روحه المقدس مشهد المعمودية يذكرنا أولا بلقاء الأقرباء ونحن اليوم نلتقي مع بعض كأقرباء كعائلة واحدة في المسيح يسوع كعائلة أردنية هاشمية اليوم نحن نتطلع إلى يحنى المعمدان والرب يسوع عندما انطقيا إذ هذا اللقاء يشكل عرسا أو احتفالا وهذا العرس الأول الذي نحتفي به اليوم أو نعيد به اليوم وهو عرس التواضع لماذا؟ لأن يحنى رفض أن يعمد المسيح فقال له لست أهلا أن أحل سيور حذائه مين أنا لا أعمد المسيح؟ ولكن المسيح أصر وقال له لا بل إنك ستعمدني لأن هذا هو تكميل النموس بهذا المعنى أو البر اليوم عندما نرى هذا الاحتفال احتفال التواضع نتذكر في موقع المغطس والمعمودية الذي يذكرنا بالتواضع بأحداثه وجغرافيته فهو البقعة الأكثر انخفاضا في العالم وأنا ما بظن ولا القديسين ولا الذين كتبوا يظنون أنه مجرد صدفة إنما هي عناية إلهية أن نلتقي في مكان منخفض إذ أن جغرافية المكان تذكرنا بالتواضع كيف يجب أن نكون منحنين أمام نعمة الله؟ ومن جهته دعا القصة الكونونفاق حداد إلى رفع الصلوات من أجل ديمومة الأمن والاستقرار في الأردن والدعاء بأن يعم السلام في القدس وفلسطين وسائر دول المنطقة كما شكر الأجهزة الأمنية لما يبذلونه من جهد في الحفاظ على أمن وراحة الحجاج شارك في فعاليات الحج كشافة فرقة دير اللاتين التي قدمت معزوفات بأجواء روحية وإيمانية معمقة موسيقى